الإنكار رد فعل دفاع طبيعي لدى أي متهم فكيف إذا ثبتت إدانته؟ وعلى ترامب بعد أن ثبتت على اسمه تهمة الاحتيال من قبل محكمة في نيويورك سرعان ما طعن الرئيس السابق في الحكم أمام محكمة الاستئناف من درجة متوسطة في منهات معتبران أن القضية تم تلفيقها من قبل المدعية العامة وأنها زورت في الأرقام التي قدمتها للمحكمة لكن يبدو أن المحكمة لم تهتم بتصرحات ترامب وبالفعل أدانته والآن تنتظر المدعية العامة في نيويورك لتحدد قائمة مطالبها ويتوقع أو يتوقع أن تشمل تلك المطالب دفع غرامة بقيمة 4 مليار دولار ومنع أعمال ترامب التجارية في ولاية نيويورك ما سيتسبب في توجيه ضربة مالية شديدة للرئيس السابق خطوة ترامب باللجوء إلى القانون هي ما قد يتخذه أي متهم لكن الرئيس السابق عودنا على استراتيجيات غريبة لرد الاتهامات الرسمية وغير الرسمية عن نفسه على مبدأ أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم لنأخذ هذه القضية على سبيل المثال انتقاد لاذع وجهه ترامب لمكتب المدعي العام وطالت تعليقاته القاضي أرثر إنجورون قائلا إنه يجب شطبه وسبق ذلك منشور لترامب على منصة تروث هجم فيه أحد أعضاء فريق القاضي والذي اعتبر إساءة أدت إلى قرار حظر النشر على ترامب ويبدو أن القرار استطاع أن يروض كلمات ترامب بعض الشيء ليخفف من تعليقاته اللاذعة استراتيجية الهجوم من وسائل دفاع ترامب المعروفة فقد سبق أن هاجم الرئيس بايدن في إشارة إلى أنه يستخدم القضايا المرفوعة ضده في سبيل إعاقد تقدم حملة ترامب الانتخابية ولم يسلم منه جاك سميث المدعي العام وصفا إياه بالمنحرف بل إن لسان ترامب طال زملائه الجمهوريين أيضا فلا ننسى سخريته من منافسه على طريق البيت الأبيض رون دي سانتس حيث وصفه بأنه يتظاهر بالورع